بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا بكم حكينا المرة الماضية عن أهمية ضبط العقلية والاستعداد الذهني لأي مرحلة جديدة أو لأي شيء الإنسان قادم لأهل أو حيبدأ فيه وحكينا عن أهمية الساعة الواحدة كيف ساعة واحدة يوميا ممكن تنقل الإنسان من شخص ضعيف في مجال ما أو في نقطة معينة إلى إنسان متمكن منه يعني ساعة واحدة كانت كل يوم في فصل واحد في فصل الدراسي حوالي ثلاثة شهور فإنحنا تقريباً عم نحكي عن تسعين ساعة تسعين ساعة كافية لتحول نقطة ضعف عند أي شخص سلطة قوة طبعاً هذا كلاته بعد الاستيعانة والتوقران الله عز وجل وحكينا كمان عن أهمية اختيار الأصحاب في أي مرحلة معينة طيب المرحلة تناولت المرة الماضية كانت متعلقة بالسنة الأولى والتحديد أعتقد بالفصل الأول اليوم رح نمشي شوي بالزمن أنا قبل بدايتي بالجامعة من خلال قراءاتي ودراستي ذاتية بدأت حدد ملامح المجالات التخصصية اللي أنا مهتم فيها فمن خلال القراءات بكتب عامة إلى حد ما ومن خلال أيضاً الاستعداد والدراسات بعض الكورسات الموجودة على الإنترنت توضحت رؤيتي إلى حد كبير وأدخلت بالسنة الثانية وأخلت مواد التخصصية أكتر وتعرفت على علوم تانية وتعرفت على دكاترا ومدرسين فبدأت الأمور نوعاً ما تبدو أكثر وضوحة وأكثر تفاصيلة فأنا كان عندي اهتمام ونية وهدف للتخصص في الفيزياء الكونية لكن للأسف الجامعة التي كنت فيها ما كان فيها هذا التخصص ولا كان فيها هذا القسم ولو جدت فيها أي أحد من الدكاترا مختصين في هذا المجال فكان اهتمامي مبني على مجهود ذاتي أو دراسة ذاتية خارج الجامعة ما لها علاقة بالجامعة ما لها علاقة في المنهاج الدراسي اللي أمدرسه بالسنة الثانية أحد الأصدقائي كان يدرس في قسم الرياضيات وكان هو أيضاً شريك سكن فأخبرني أنه في event أو في حدث أو في مثل فعالية معينة في القاهرة منظمة لمحبين الفلك والفيزياء الفلكية منظمينها بعض الطلاب والجمعيات الطلابية واستضافوا فيها الدكاترة المختصين في هذا المجال من جميع أنحاء مصر فكانت فرصة جميلة جدا ورائعة جدا وهذا الشيء الذي كنت بحث عنه كانوا أيضا عاملين فيها جزء للبرزنتيشن للطلاب أو جزء لفرصة لتقديم عرض تقديمي للطلبة أمام الجمهور وكان عنها كمسابقة كانوا طالبين من الطلاب والشباب اللي حابين يتقدموا بأنه يعملوا فيديو ويحكوا عن مشروعهم وحنها يختاروا ثلاثة ولو ثلاثة سيشاركوا في الآخر الجمهور أو الحضور هو سيختار مكان أحلى فهذا الشخص الصديقي شجعني إن أنا أدخل بهذا الموضوع أنا كنت متحمس للإفنت كنت متحمس للفعالية مشان روح أتعلم وقابل ناس لديها نفس الاهتمام ولديها نفس الخلفية لكني كنت متردد جدا بخصوص العرض التقديمي بهديك المرحلة كان هذا أول عرض تقديمي أنا راح أعمله بحياتي ما بتذكر إن أنا قدمت قبل هيك أي عرض تقديمي أو أي محاضرة أو أي بريزنتيشن قدام حضور فكنت متردد بالذات بأنه أنا كل دراستي وكل الأفكاري عن هذا المجال يمنع دراسة ذاتية ما كان فيه شيء منهجي يعني لكن أثناء دراستي كنت أخذت أنا تخصص أربع كورسات على كورسيرا من الجامعة الوطنية الأسترالية وكان قدمها تنين من أرواع الناس أنا جدا برشح الكورسات هاي كانوا تنين واحد اسمه بول فرانسيس دكاترا واحد اسمه براين شميدت جدا لطيفين جدا ضريفين جدا رائعين بتوصيل المعلومات وبراين شميدت على فكرة هو حايز على جائزة نوبل أخذ جائزة نوبل بلاي عام 2011 بقيادة الفريق اللي كان أحد الفرق اللي ساهمت اكتشاف المادة المظلمة دارك انيرجي في نهايات القرن الماضي فكان أحد الأمور المثيرة للاهتمامه هي ما يسمى بالدارك ماتر أو المادة المظلمة فكعادتي في أي قرار بأخذ وقت بالتفكير فبعد يومين ثلاثة لما أدركت أنه أنا ممكن أكون مانع على استعداد مثل باقي الطلاب حوالين مصري اللي هنن عندهم اختصاص أو عندهم دراية في هذا المجال بشكل علمي لكن أنا عندي فرصة وعندي ماني خسران شيء وعندي إحساسي أنا ماشي أنا ممكن هذا شيء أتقن وممكن شيء أعمل وممكن أقدم فيه شيء كويس ما كتبت همني النتيجة لكني أنا بهمني أني أعمل شيء كويس فتوكلت على الله وعطت له صاحبي خلاصاً رح أقدم إن شاء الله وفعلاً بدأت بالتحضير وعملت الفيديو وقدمنا وتم اختياري من ضمن الطلاب وهون أنا هكي غيرت البروفيل بك شرطة بعيدة حطيتها I can and I will يعني أنا أستطيع وسأفعل بإذن الله تعالى حضرت بشكل كتير كويس وحتى لدرجة أنه مثلاً كان مثلاً دارك ماتر أول من اكتشفها كان عالم السويسري لغته الأولى ألمانية فلما هو أطلقت دارك ماتر على هذا الموضوع بال1933 فقال دونك لي متيغي اللي هي دارك ماتر هو أول من سماها فكنت أنا بدي أتعرض لهذه النقطة في البرزنتيشن تبعيتي فكنت أنا حريص أني عرف كيف تلفظ هاي الكلمة باللغة الألمانية كان بكل بساطة ممكن على جوجل ترانسليت حط بلغة الألمانية وعرف كيف تلفظ لكن أنا كنت متقن أكتر من هيك كنت مهتم بالتفاصيل بشكل أكبر من هيك فكان في مكتب مثل مكتب ثقافي ألماني في كلية العلم عنا في الجامعة أو مكتب تابع لمركز الثقافي يعني هيك شي مركز له علاقة بمركز الثقافي الألماني بيعطي كورسات باللغة وبعض الفعاليات أو الأشياء على علاقة الثقافي الألمانية فأنا رحت على هذا المركز الحمد لله من حسن حظي دخلت وزر الأستاذ المشرفة اللي هناك موجودة هي أمرأة ألمانية فحكيت معها وقالت له أنا عندي أدن برزنتيشن أنه أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع فبدي أياك لو سمحتي تقولي لي كيف تنلفظ هاي الكلمة فعلمتني طريقة لفظها وشجعتني واتمنت التوفيق وكان في بعض المبضفين أو بعض العملية هناك فمستغربين أنه أنت جاي ومضارب مشوار بس بس مشان تجي تعرف كيف تلفظ هاي الكلمة يعني بالنسبة كتير ناس وأنه هيك أشياء أو هيك أمور أو يعني كلام فاضي أو لا يستحق أو يعني أنت شو عم تعمل يعني المهم لكني أنا كنت شايفه أنه يستحق فالحمد لله بعد الإعداد والتدريب سافرنا إلى القاهرة كان الفعالية عبارة عن يومين وأنا اخترت أن يكون آخر واحد فأنا كان دوري اليوم الثاني كانت فعالية صراحة لطيفة وجميلة رح شاركم بعض الصور وتعرفت على بعض الناس والطلبة المتميزين واللي مهتمين في هذا المجال وتعرفت أيضا على بعض الدكاترة في هذا الموضوع ثم أجاد دوري بلا شك كان الموضوع جدا جدا مربك ومتوتر وقلق لكن سبحان الله يعني لكن أهلي ومشيخي علمونا دائما الأدعية والأذكار قبل الامتحان والتوكر عن الله عز وجل فدعيت واللهم يتبرأت من حول قوتي إلى حول قوتك من فقري وجهلي إلى غيناك وعلمك وتوكلت على الله وحولت هذا القلق والتوتر إلى أن أنت متحمس حملته إلى حماس حولته إلى طاقة وهذه الخدعة بيعملوها دائما الرياضيين قبل الصباق أو قبل مارثون أو قبل أي شيء لما يسألوهم الموضيعين أن هل أنت متوتر أنت الآن هل أنت كذب لهم لا أنا متحمس فهي نفس الشعور هي نفس الهرمونات هي نفس الكيمياء لكن أنت ممكن تغير نظرتك لألها فقد تحس أن أنت متحمس وبدأت كان حدود وقتي فقط عشر دقائق لكن أنا سرحت بالوقت وكنت محتاج وقت أكثر فالأسف ما قدرت تخلص بالوقت المحدد كنت حاسس أني أنا ما خلصت فكرتي ما خلصت وقتي كنت حاس أني أنا ما قدمت ما عملت منيحي يعني ما كنت راضي عن الموضوع فنزلت من على المنصة كنت مزعوش فطلعت لبرها هيك شوي أخذ نفس وطلع ما هي الطلاب يسلموا علي ويسألوني ويشكروني إلى آخره فرجعت أنا كان في دكتور بعدي هذا دكتور معرفتي فين الحياة الأكاديمية من مستوى إلى مستوى آخر هو دكتور اسمه دكتور عمر الزانت مدير مركز فيزياء النظرية في الجامعة البريطانية في القاهرة في مصر فعندما دخلت أنا كان هو بدأ فأنا عجبت بالبرزنتيشن تبعيده أو عجبت بشغله كان هو البرزنتيشن تبعه هو الأدسم من الناحية العلمية كلام علمي كلام أكاديمي معظم الدكتور أو معظم المتكلمين اللي قبله كان كلامهم public science أو كلام عام يعني للعوام لكن هذا الوحيد اللي حسيته كانت خصوصي وكان كلام دسم فأعجبت بطرحه فلما انتهى من البرزنتيشن كنت بدي أقوم سلم عليه مشان أتعرف عليه وأبدأ أعجابي بالشيء اللي أقدمه فلقيته هو جاهل عندي فهو أجل عندي يسلم عليه ومسكني من أيدي وطلع فيه من لبرا فسلم عليه وقال لي أنت برافو كبس درجت بيتك كانت كتير حلوة وأنت اسمك إيه وبتعمل إيه وأنت مين فصلنا لنحكي مع بعض وحكيت له أني أنا طالب سنة ثانية وأنا مهتم بهالمجار اللي أنا حاب أتعلم وإلى آخره فشجعني وعطاني الكرت تبعيته ما زلت محتفظ بهذا الكرت اللي تعالي عندي على المركز خليمي يشوفك فأصحابي رفيقي بعدين قال لي أنه أنا لما خلصت بزنتيشن تبعيتي والدكتور أول ما طلع أثنى على البزنتيشن تبعيتي وقال أنه كانت كتير ممتازة لما كنت أنا برا وفي أثناء كلامي مع الدكتور أعلن النتيجة لعية الناس تنادي علي تعال يا مصباح إنتك ست إنتهي رباحت إنتك كذا فالحمد لله بتوفيق من رب العالمين يعني أخدت المركز الأول بأغلبية ساحقة بتصويت الجمهور والحضور والدكاتة والأساذة ما أعرف عدش ممكن خمسة وتسعين بالمئة ستة وتسعين بالمئة من الناس اختارت بزنتيشن تبعيتي هذا لفضلوا مني وتوفيق من رب العالمين فالناس كنت عم تناديني وأنا كنت واقف مع الدكتور فما فضلت أني أترك الدكتور فضلت أني أنا أبقى مع الدكتور لأنه هذا هو جائزتي يعني هذا الشيء الجاي كلمان العلم هذا الشيء يعني أنا خلاص أنا يعني هاي هي جائزتي لا أريد أي شيء تاني يعني لكن هنا كانت الجائزة هي رحلة في الصحراء ورصد النجوم فأنا قدمت هاي الجائزة للشاب اللي بعدي لأركاد مركز تاني شاب اسمه أحمد شاب رائع جداً فأنا قدمت له الله دي لأله وأنا اكتفيت بجائزتي اللي هي أثمن بكثير من أي شيء تاني فالحمد لله تعرفت على هذا الدكتور وتعرفت على بعض الطلاب المميزين في مختلف المقاطعات والمحافظات والأماكن وانتهت الرحلة وعودنا ورجعنا بالقطار إلى أسكندرية برحلة العودة كنت أنا سعيد جداً مبسوط ومرحق جداً في كتير مشاعر عندي كان عبارة مشاعر مختلطة شيء أني أنا سعيد جداً الحمد لله مبسوط أني أنا محققت هذا الأمر أني أنا كنت خايف منه كنت شاكي كنت الآن لكني قبلت التحدي وأتقنت عملي ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ما خجلني وما أخزاني وأكرمني فضل منه الحمد لله وبإني أنا استمتعت بهذا الأمر عملته لأني بحب هذا الأمر ما عملته تحت أي ضغط وتحت أي رهب وتحت أي إلزام وسعادتي بتعرفي على هذا الدكتور وتكاتر آخرين فكان واضح أن هي بداية مرحلة جديدة أو محطة جديدة أو نقطة انطلاق أخرى وآفاق أخرى فتحت أمامي فهي رسالة مهمة جداً للشباب والبنات اللي يسمعوني أنه قديش مهم الإنسان يستغل الفرص وقديش في الإنسان حوالي فرص كثيرة لكنه لا يراها أو قد لا يسمع بها لذلك يا شباب هون أحد الأمور أحد الجوانب المهمة جداً باختيار الصحبة لما تختار صحبة صح ما بيجوك إلا بالخير بإذن الله بينما لو أنا مختار ناس لهم توجهات أخرى غير مهتمين بالدراسة غير مباليين بالصلاة غير مباليين بالإتزام بالدين غير مباليين بالمسجد غير مباليين بكذا وكذا وكذا فهدول الناس كل اللي حيعملوا إنه هنشتتوني يبعدوني عن الطريق كل اللي يجوني فيه يا أما نطلع نقعد على الأهوة يا أما نطلع نشوف مباراة يا أما نحضر سينما يا أما ذنوب يا أما مضيعة وقت وتفاهات يعني ما حيوجيك بشيء مفيد إلا من رحمة ربي إلا نادراً فلما تصاحبوا ناس عندهم نفس الهم وعندهم نفس الالتزام والدرب والسر إلى الله تعالى الناس بتكرك بالآخرة وبتعينك على أمور الدنيا هدول الناس هنن عيونك وآذانك إذا أنت فاتك شيء هنن إن شاء الله بيدلوك عليه بيدلوك على مسجد معين بيدلوك على شيخ معين نروح ندرس عنده حديث وقرآن وصيرة بيدلوك على فعاليات معينة بيدلوك على أبواب رزق معينة يعني هيك أنت بتصنع عالمك باختيارك للأشخاص اللي حولك فالحمد لله رب العالمين وهذا كله فضل وهداية وتوفيق من رب العالمين ثم يفضل دعاء مشايخي وأبي وأمي وأصحاب الفضل علي فعلاقة بهذا الدكتور بدأت من تلك اللحظة حتى يومنا هذا صرت رحله بشكل دوري كل أسبوعين تقريباً روح لعنده هو كان في القاهرة كانت مسافة بيناتنا بعيدة جداً يعني كذلك أنا مروح لعنده وصحى صلاة الفجر صلي الفجر المسجد وأنطلق يعني لو بيعرف القاهرة ولو بيعرف مصر أي مشواردك تروحه في القاهرة تحتاج أربع خمس وسائل مواصلات فكان الطريق صراحة شاق جداً لما أنا لا أفكر فيه والله فعلاً كان متعب كان شاق جداً لكني أنا كنت سبحان الله أستسيغه وأستسهله يلي بيحب شيء واللي بيسعى للشيء واللي عنده همة عالية وما كنت شوف فيه مشكلة أبداً مع أنه بالنسبة للناس اللي حولي وأصحابي وأنه معقول اقترب مشوار من هون لهنيك يعني أنا مثلاً لكون مشواري ما لا أقل عن أربع ساعات ذهاباً وأربع ساعات إياباً مش هنشوف الدكتور ساعتين زمن ولا ساعة زمن أنا كنت شوفه يستحق جداً فكنت تروح لعنده كنت نتناقش بعض الأمور هو ما شاء الله عليه يعني هو عالم في هذا المجال هو دكتورات بعيده من بريطانيا جامعة ساسكس وعمل أبحاث مباعد الدكتورة في أمريكا يعني إنسان ضليع في المجال وما ذال نشط وينشر في هذا المجال فالحمد الله هذا التوفيق كبير جداً من رب العالمين فكانت طريقته بالتعامل معي وفي تعليمي رائعة جداً ومهمة وهي بوصلها لألكم إن شاء الله يستفيدوا منها بأنه ما كان يعد هو يشرح لي أو يعد هو يعلمني أو يعد هو يقع لي فكان يقول لي مثلاً للمصباح خذ هالكتاب الفناني مثلاً أول كتب لدرستها مجرد إنترودكشن كان اسمه كتاب بسيط 200 صفحة خذ للمصباح أدرس هاد الكتاب أدرسه وفهمه وعمل لي عنه برسنتيشن تعال حكي لي شو درست فكنت ببداية شوية مستغرب الطريقة ومستصعبها لأننا نحن نخلص متعاودين محاضرات واشرح لي وقل لي وكيف لكن هاي طريقة أكثر فائدة وأكثر احترافية ومستوى أعلى لأن خلاص طالب جامعة مفروض أنت تكون قادر على التعلم لوحدك وقادر على البحث على الإجابات لوحدك الدكتور ليس يعطيك إجابات الدكتور هو مجرد إنسان يرشدك أو المعلم أو المنتم مجرد إنسان يرشدك في عملية تعلمك وليس مسؤول عن تعلمك انت مسؤول عن تعلمك انت لازم تبحث وتسأل وتدور وما تلاقي حل ترجع تعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لحتى توصل الحل هيك انت عم تتعلم هيك انت عم تستفيد هذه هي الفائدة فسبحان الله أخذت بعض الوقت رحت درست هذا الكتاب وعدته وحضرت بيسنتيشن وتعمل الشابتر الأول وشابتر الثاني كان هو عدت أخذت سفين شابتر تلخصهم وتعملهم بيسنتيشن وتحط أهم الأفكار فيهم وكذا فكانت جميع الطلاب وجميع الناس اللي إلها عبارة عن علاقة وتواصل بهذا الشخص تحذرني منه تقول لي ان هذا دكتور قاسي هذا دكتور صعب هذا دكتور ما بتفهم ما حدا هذا دكتور شديد من تشولي مع الأقمع وندير بالك تعمل إدام رح يسخر منك رح كذا رح كذا رح كذا ما أبحث عنه أنا بدي هيك شخص فحضرت بيسنتيشن وكذا وسافرت لعنده وطلبت على الطريق نفاتح اللابتوب وبراجع بيسنتيشن وبحضر حالي فكان يسألني انه مثلا ليش هو عمل هون هيك ليش هي المعادلة هيك ليش ما حطينا به هيك شرح لي عن هذا الموضوع حكي لي عن فهمك لهذا المفهوم الفيزيائي وهكذا ففعلا كانت طريقة مفيدة جدا ورائعة جدا وهي كمان أيضا هي طريقة ريتشارد فايمان عالم فيزيائي المشهور لحاسع جائس نوبل مع أحد أجمل عقول فيزيائية وهي فيه له فايمان ميثود للدراسة أو أي شيء انك انت المرحلة الأخيرة لح تتأكد من فهمك وإدراكك للموضوع انك تشرحه للناس بثناء الشرح بتبلش تكتشف الفجوات في فهمك ممكن بعض النقاط توقف عندها وتعجز عن شرحها فاعرف ان فهمك ضعيف فيها ممكن تجيك بعض الأسئلة اللي هي كثير بسيطة لكنك انت ما تعرف تبررها أو ما تعرف تفسرها فبتنور لك الأماكن الضعيفة في فهمك أو لا تفرجيك انه انت الحمد لله اتقنت هذا الجزء فهي الطريقة انا بوصلها للشباب سواء كنت طالب علم في الجامعة ولا كنت طالب علم في مسجد ولا كنت طالب علم بشكل حر مع نفسك شغال في البيت عبتتعلم أي شيء معين حاول تشاركو مع الآخرين بمشاركتك مع الآخرين حتفيدهم ولكن الفائدك برح تكون اليك انت حتوصلك للإتقان حتوصلك للإتقان بهذا الأمر فعلاقتي مع دكتور تطورت وتطورت المواضيع اللي منشرحها ومنحكي فيها وانتقنى لأكثر تعقيدا إلى أن وصلنا في السنة الأخيرة لألي عملت مشروع تخرج معه ومزاعد علاقتي في مستمرة حتى بعد وصولي إلى كندا هاي النقطة اللي كنت حاب بحكيها اليوم بحوقف عند هاي المرحلة مشان نكمل إن شاء الله بالمرحلة الجاية ما بعف شو أقول ما بعف شو أختم لكن خليكم معين الفرص اللي حواليكم استغلوها صح لا تخاف لا تتردد إذا أنت كنت شايف أمر فيه خير لإلك إن شاء الله وأمر فيه فائدة لإلك لكن أنت متردد أن هل أنت مستعد ولا لا هل أنت جاهز ولا لا أقدم حضر أتقن على قد ما تقدر اجتهد ابدل قصارى جهدك وتقدم أما تجد أنه أنت فعلا لا كنت مستعد ولكن أنت كانت مخاوفك ناتجي عن مخاوف نفسي يعني لا يوجد مخاوف حقيقية أو أنه أنت لأ فعلا فيه عندك نقاط ضعف معينة لازم تشتغل عليها لحتى تتقن أو تتقني هذا المجال أو هذا الدور فأنت في كل الأحوال كسبان فأحواق فهون وشكرا لاستماعكم وغاتكم برعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة